ولكن مع كل اسف فيه انظمة عربية وجهت دعمها البشار المساعدات دي لم تصل لمن يعاني حقيقة لم تصل للشعب السوري اللي بيعاني في المناطق المحررة وده اللي خلينا نعمل فيديو يوم الجمعة بالليل فوري نتيجة كمية اتصالات مع ناس كتيرة جدا من اشقاءنا الشمال الغربي وفي سوريا في المناطق المنكوبة حقيقة في ظل حكومات مجرمة بتوصل المساعدات لبشار اللي هو التضرر انت عارف لو فيه في الاراضي لتحت ييد بشار تضرر حقيقي لا شيء يعني فيش حاجة لا قاعد يضحك هو وامراته قاعد انا مش فاهم ده فرح العمده ولا ايوه هو نازل يقابل الناس المجرم مفيش حاجة اعوذ بالله المهم فنشدنا الناس ان المساعدات سيبوكم من الحكومات المجرم المساعدات الشخصية لازم تصل للمتضررين حقيقة طالبت حضراتكم مش كتير على اللي عايز يعمل خير انه يبحث بنفسه على الوسائل وهي معروفة وعلى رؤوس الاشهاد اللي توصل لاهلينا في المناطق المنكوبة فعليا انما المساعدات اللي وصلت لبشار ما وصلتش للناس وبشار بيتفخر بالمساعدات اللي وصلت له من الجزائر على سبيل المثال نحن من الجيل الذي تربى في المدارس في المنهاج الرسمي السوري على الجزائر بلد المليون شهيد هذا ما اعرفه عن الجزائر وانا تربينا على النساء السوريات الذين قمنا ببيع المصار وكل الاشياء الاخرى لكي يرسلوا مساعدات الجزائر الجزائر مبنية على وقوف سوريا لجانب الجزائر خلال فورة ووقوف الجزائر عبر عقود الى جانب القضايا العربية والقضايا السورية تحديدا وهذا لم يتغير لان اتحدث عن جزائر في كل قضايا سياسية الاخرى هذه المساعدات الجزائرية لم تصل للشعب السوري يولي اخبار عاجلة مطار حزتاني ارضيتان ارتداديتان بشدة اربعة وستة من عشرة هتخلي ارتدادية باربعة وستة من عشرة واربعة واحد من عشرة على مقياس رختر في كهرمان مرعش اللي لسه كنت باقرد لحضراتكم منها الفيديوهات مطار هتاي يعود للعمل للمرة الاولى بعد الزلزال الذي ضربه تركيا دي اخر الاخبار العاجلة هذه المساعدات التي ارسلت لم تصل للشعب السوري وتصرف الحكومة الجزائرية او العسكر في الجزائر في دعم بشار تصرف غريب جدا تصرف غريب جدا زي ما اقولك في وقت السياسة انتو عملتوا اشياء شدة كتيرة جدا وفتحين درعاتكم ونبشار دي قصتكم لكن المساعدات المساعدات ايه اللي راحة للمجرم اصلا ملوش علاقة باي حاجة المساعدات لم تصل مع كل اسف المساعدات الجزائرية لم تصل مع كل اسف وقعت في ايد الشبيحة والمجرمين الذين اللي يتورعونه عن القتل والاجرام وكل النجاسات هتيجي عليهم من السرقة اسمع اهلنا في سوريا بيقولوا ايه بالرعاة لحد الان ما في شيء اوصل مننا بالرعاة لشعب السوري والشعب السوري ما نعم يوصلوا شيء اللي بدي وضحوا للشعوب وخاصة الشعوب العربية ان المساعدات اللي بترسلها الحكومات لسوريا عابتروح للنظام والنظام هو اصلا حريص على قتلنا هو اللي ارتكب المجازر فينا يعني مش قادر افهم في وقت كارثة زي دي توصل المساعدات لقاتل مجرم وتفتكر انه هيوصلها للناس اللي هو محصرهم واستخدم معهم كل اشكال القتل من الدبح للضرب بالنار للبراميل المتفجرة للكيماوي زي دي يعني عقلهالي يعني الناس دي اتضربت بالطيارات من بشار هد بيوتها الناس مستغربة حقيقة والجزائر قال ايه بعتها مساعدات لبشار والناس رصدت المساعدات وبقى على الارصفة مساعدات اللي بعدتها الجزائر بيبحل المجرم وعصبته على الارصفة اهيه تتبع في سوريا سوريا بشار على الارصفة فانا مش فاهم يعني مش فاهم يعني وايه الاعلام الجزائري بيحتفل لوو تبقى عايز تبصق حالجميع يعني والمؤيدين وبتاع ازاي يعني قال ايه ازاي التبون قدر يكسر القانون بتاع منع مساعدة نظام بشار يا اخي دهده تتدخل ولا تبالي امريكا وحلفائها عبر الكونجرس الامريكي وضعت قانون قيصر واش هو هذا القانون القانون يقول فرض عقوبة تاريمة على كل دولة تقدم دعما ماديا او ماليا او حتى تقنيا للحكومة السورية او لشخصية سياسية عليا في الحكومة السورية مهما كان نوعها تفخر بشيء غريب جدا يعني بتساعد مجرم بتتفخر بدعم مجرم كيف تدعم بلد ملايين الشهداء من قتل مئات الالاف ممن نحتسبهم شهداء من الشعب السوري بجد من شهد عجيب يعني وقال ايه جزائر هي اللي بدأت بمساعدة بشار ايه علاقة ده بالنجبة والناس المنكوبة اه وفي حكم المجرمين العسكر اي حكتين مع بعض يبقوا سندويتش امر من الرئيس الجزائري عبد الماجيك تابون ارسال المساعدات الى الشعب السوري الشقيق جزائر اول دولة تكسر قانون قيصر لتتبعها بقية الدول الاخرى يعني تبعوني وما تخافوش هي بازراميت فيه طرق كتير المساعدات توصل للي محتاج المساعدة فعلا وبالتأكيد ليس من بين تلك الطرق اطلاقا بشار السعودية نجحت انها توصل المساعدات للشعب السوري مش عن طريق بشار بالتأكيد بالتأكيد دي مشاهد خزعبلية دي السعودية هيه بص القفالة السعودية رحت للمستحقين هده الكلام مش اصلس جزائر اول حاجة يا جماعة يا جماعة عيب عيب شوف السعودية طبعا هذي القافلة السعودية ما كنتم شايفين التي اندأها وغيرها داخل اراضي سورية طبعا عشرات الشاحنات القادمة نظام الله خير واتنا في السعودية اللي ساهموا بما يستطيعون على فكرة السعودية ما بعتها تبرغي عند النظام السعودية تبرغي ما بعتك لها لانها عارفة يعني لا تساعدون والمساعدات دي ممكن توصل للناس في المناطق المحررة لو بيقتيلها صبح وليل اشتركوا في القناة